الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسيا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التنسيق والتشاور الثنائي مع إيطاليا لتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس لأنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن هذا اللقاء عكس الاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة القادمة حيث تم تناول مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى جانب التعاون الصناعي المشترك وكذلك أيضا التعاون في مجال أمن الطاقة لسيما في مجال الغاز الطبيعي وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبين الشركة إيني الإيطالية فضلا عن تطوير مجالات التعاون في القطاع الزراعي كما استقبل أيضا وزير الخارجية سامح شكري نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني حيث عقد الوزيران اجتماعا ثنائيا مغلقا تلته مباحثات ثنائية موسعة بحضور وفده البلدين وقد أكد هذا الاجتماع على العلاقات التاريخية الصلبة التي تجمع بين البلدين وشراكتهم الاقتصادية التي تمثل نموذجا للتعاون بين ضفتي المتوسط أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات وخصوصا في المشروعات الصناعية مع حرصها الدائم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والصناعة جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة لاستعراض بعض الإجراءات والتصورات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر من جانبه أشر رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه يتم في الفترة الحالية إعداد مجموعة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار منها ما يتعلق بآلية تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية بالإضافة إلى تطوير منظومة استخراج التراخيص المطلوبة قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن ألمانيا تقف ضد مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة وقد أوضح بوريل إن القرار الألماني يرجع أساسا إلى عدم رغبتها بسبب توقعاتها أن ذلك من شأنه أن يمد أمد الصراع وأشار إلى أن أوكرانيا في حاجة لإمدادات بالدبابات حتى تتمكن من احتواء الضربات الروسية وصدها في الوقت ذاته أكد بوريل أن حجم التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي لكييف بلغ ثلاثة مليارات يورو ونصف من الصندوق الأوروبي أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زلانيسكي أن توريد عشرات الدبابات لأوكرانيا لن يغير الوضع بشكل جذري يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه هذه الاشتباكات العنيفة على خط الجبهة في مقاطعة زابوروجيا الوقاعة الشرقية أوكرانيا وقد أوضحت مصادر روسية عن القوات الأوكرانية انسحبت من إحدى هذه القرى بهذه المقاطعة قال النائب الجمهوري الأمريكي براين نافيتس باتريك إن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد أعدوا خطة لنزع فتيل أزمة تلوح في الأفق بشأن سقف ديون البلاد عبر إجراء تعديل السقف من مبلغ ثابت إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وقد أضاف فيتس باتريك الرئيس المشارك للمجموعة المعنية بحل المشكلات المهمة المتعلقة بالسياسات أضف أن الاقتراح سيغير سقف الديون الاتحادي الحالي للحكومة والمحدد حاليا عند 31 تريليون دولار إلى آخر يربط الضينة بحصة من إجمالي الناتج المحلي وتعادل ديون واشنطن حاليا نحو 125% من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام الأمريكية في المباني العامة تكريما لضحايا إطلاق النار الجماعي في مونتري بارك بولاية كاليفورنيا يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أن الرجل الذي كان مطلوبا لإطلاقه النار في كاليفورنيا خلال السنة القمرية الجديدة قد عثر عليه ميتا نتيجة انتحاره قد أسفر حدث أطلاق النار عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرة أخرين نهاية موجز وعودة لاستكمال باقي فقرات صواح الخير مصر بعد هذا الفصل